اشتركوا في القناة 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 عملية مضغ. فعشان هيك هل الانامل هاده بتكسر مع هاي العملية؟ No. It can withstand the impact or the compressive forces. قوتين حاصلتين على السن بنفس الاتجاه. تمام؟ طيب. شو كمان بحكي لنا من خصائصه الفيزيائية انه عنده high resistance to be abraded. شو يعني؟ عنده ممانعة عالية لانه السن يصير فيه خسارة. خلينا نتعرف على الabrasion. الabrasion لو بنحكي عنها هي loss of tooth structure. نتيجة ايش؟ نتيجة الفريكشن due to hard object. نتيجة with hard object نحكي. تمام؟ يعني not teeth. يعني خلينا اوضح لكم اياها. مش احتكاك سن بسن. لا احتكاك سن باشي خارجي. هذا الabrasion. لك احتكاك السن بفرشاية الاسنان. اذا ما فرشنا بطريقة منيحة هون رح يصير فيه خسارة. هل الانامل قادر على تحملها؟ نعم لحد معين في high resistance. طيب هاي اول معلومات. طيب المعلومة البعديها بدينا نطلع على هاي الصورة. بحكي لنا انه الانامل كثافته بتختلف. وكثافة هذا الانامل ممكن توصل لغاية 2.5 مليمتر. يعني انا من هون لهون تقريبا. ممكن تكون كثافة الانامل 2.5 مليمتر. بينما هون يعني واضح انها اقل. هون ممكن مثلا تكون اثنين. انزل هون كمان شوي. واضح انها اقل. خلينا نحكي 1.6. انزل لهون اكتر ممكن تصير 1.3. فزي هيك يعني كثافة الانامل تختلف حسب احنا باي منطقة من الكاسب لغاية السيرفايكال مارجن. طبعا هاي الكاسب. كيده منتذكره من الدنت الاناتومي وهاي السيرفايكال مارجن. تمام فمن هاي المنطقة لهاي المنطقة الكثافة تختلف. لقد توصل اعلى اشي لا 2.5. طبعا شو بحكي لنا؟ بحكي لنا انها اتز 1.3. بحكي لنا أنها هاي المنطقة الكثافة الانامل تختلف. أيها ايها الاسنان البنية. طبعا سيكون احنا بحكي لنا متفاجدة. يعني تقريبا كثافة الانامل تشملها تشملها ثابته على طول المسار. تمام بحكي لنا حياتنا. لكن زي ما منلاحظ انه The thickness of enamel in primary is thinner than secondary وهاي المعلومة بليز اطلعوا لي منها يعني حافظينها لأنه ممكن تيجيكم بأسئلة الدوائر طيب إذن The primary is thinner than secondary من ناحية كثافة الإنامل طيب برضو من معلوماتها الفيزيائية طبعا هذا السؤال past paper وحقيقة كل هذا المعلومات بتيجي بالpast paper طيب شو يعني it cannot be repaired or replaced ضروري نعرف إنه الإنامل فيه إلو خلايا يعني الإنامل بدي تتركزوا معاي وتفكروا مني هلأ الإنامل مصح موجود على outer surface معناته it covers صح إحنا حكينا اللي بيعمل covering هو مين المحاضرة الماضية الإبيثيليم طيب طالما هذا الإبيثيليم بيعمل covering معناته يعني لابد من وجود خلايا تصنع هذا الإبيثيليم الخلايا اللي بتصنحها اسمها الأميلو بلاست تمام؟ هاي الأميلو بلاست الحلو فيها إنه خلايا مرتبة بتأدي وظيفتها وبعدين خلص خفيف الدم تمام؟ تذكر لي إنه الأميلو بلاست خلايا خفيف الدم أدت مهمتها بتحكي السلام عليكم يعطيكم العافية شو يعني؟ يعني it die after secretion بتروح بتعمل على إفراز هذا الإبيثيليم اللي هو بطلع بشكله النهائي الإنامل طبعا هذا رح نتعرف عليه في محاضرات الفاينل بروسسز فما في داعي نتوسع فيها تمام؟ بعد ما تفرز الإنامل بتحكي الأميلو بلاست خليني أكون خفيف الدم وأروح أنتحر تمام؟ فأت performs apoptosis بتأدي إنها أو شو بتعمل؟ بتعمل الapoptosis اللي هو الموت المبرمج أو الانتحار apoptosis تمام؟ تمام فعشان هيك إذا الخلايا الأساسية اللي أفرزت الإنامل انتحرت معقول نقدر نعمل على إصلاح الإنامل أو هل الإنامل بقدر يصير له replacement استبدال الجواب لا فمعناته إحنا فهمنا هون أنه why إنامل cannot be repaired or replaced وضرورة ننتبهلها لأنه فيه أنسجة أخرى المرات الجاي واللي وراها رح تكون ما بتقدر يتم استبدالها أو سوري بقدر يتم استبدالهم أما الإنامل لا تمام؟ برضو من ضمن الفيزيكال بروبيريتز زي إنها عندها low tensile strength وركز إنه tensile إيش ماله؟ low شو يعني التنسile قوة الشد اللي هن البولينج فورسز تمام؟ اللي هن قوة الشد كيف مقدارها؟ low تمام؟ يعني ما بتقدر تستحملها يعني لو إحنا شدينا شوي على الإنامل سحبنا من اليمين وليسار فور إكزامبل يعني بقوة معينة ماشي هذا الإشي ما رح تقدر تستحمله it is a brittle do not handle tension ماشي شو يعني بريتل؟ بريتل معناها هشة يعني كان break easily وهي المعلومات رح تتعرفوا عليها أكتر بـ dental materials فعشانها low tensile strength معناته هذا الموضوع يتطلب supportment of resilient dentine شو تحت الإنامل؟ هاي الإنامل؟ شو تحته؟ تحت طبقة الدنتين صح؟ أيوة هاي الدنتين قادرة على تحمل tensile strength معناته لما نتطلع على السن ككل آه بتحمل أما الإنامل لوحده ما بتحمل وهاي المعلومة رح تهمكم بالسنة الثالثة لما بتكم تيجوا تحشوا السن اتفكروا أنه أنا لازم أشيل كل الإنامل اللي ما في تحته دنتين تمام؟ لأنه ما بقدر يتحمل وممكن ينكسر لو تعرض لـ attention طيب بس بالمقابل عنده high modulus of elasticity شو يعني؟ سواء تعرفتوا عليها بمادة dental material أو لا ضروري نحكيها high modulus of elasticity معناه أنه stretching بالمتيريال is very little تمام؟ المادة غير مرينة أنا لو يعني أمسك معجونة وإذا أمسك diamond for example لو مسكت معجونة المعجونة شدها هيك بترجحها فيها elasticity صح؟ أو مش معجونة حتى يعني إشي قابل للريكويل تمام؟ أنا ضغطت عليه برجع اوكي زي spring بينما أمسك مثلا diamond هذا بس كمثال عشان نفهم تمام؟ إذن diamond لو أنا مسكته جيت بدي أعرضه لقوة خلص رح يصير فيه deformation للأبد رح يصير فيه تشوه تمام؟ لكن يعني لو ضغطه بس ما رح مثلا يتغير فمعنى high modulus of elasticity معناته ستريتشنج بالمتيريال is very little when bold تمام؟ ف resist إيش؟ resist الإلاستيك ديفورميشن بيقاوم التشوهات تمام؟ تمام معنى high modulus of elasticity يعني غير مرين عكس الإلاستيك طيب السيرفس إنامل وهاي برضو من نركز عليها لأنها أسئلة past paper السيرفس إنامل is harder denser less porous than subsurface إنامل شو يعني؟ يعني أقصى كثافته أكتر ولسبورس يعني فيه البورز هيهم الثقوب أقل من السبسيرفس تمام؟ ننتبه على هاي النقطة طيب هون عنا بهذا الفيديو بفرجونا يعني بعض الفيزيكال السيرس اللي هني أنا وضحت تلكم إياهم بهاي الصورة إذا حابين تفتحوا ما في مشكلة طيب نكمل بالفيزيكال بروبيرتز حبيت أحط هذول الصورتين اللي هون عشان نفهم أكتر الفيزيكال بروبيرتز يا أعزائي بنا نحكي فيها عن الهاردنس والدنستي إنه الهاردنس والدنستي لما أنا بدي آجي أمشيها من الكسب تب اللي هي هاي المنطقة هاي هالكسب تب تحديدا السيرفايكال مارجن إيش رح يصير الهاردنس والدنستي بتقل وإحنا أصلا حكينا عن الدنستي أو الثيكنس إحنا حكينا صح فنفس الإشي زي ما الثيكنس من هون لهون بتقل ماشي كمان الهاردنس والدنستي بتقل from the cusp tip to the cervical margin انتبه عليها من وين لوين لأنه بتخاف يخربطوه بتخاف يجيبو لك من السيرفايكال مارجن الكسب tip لا ساعتها الهاردنس والدنستي بتزداد طيب نرجع لهاي النقطة and from exterior to interior من الخارج للداخل برضو القساوي والدنستي بتقل لأنك بتصير أقرب للدنتين ببساطة inorganic material percentage increases from دنتين وإنام الjunction to surface وهذا التفسير المنطقي إنه ليه الدنستي والهاردنس بتقل لو سألتك واي لأنه الانورغانيك material اللي هلا رح نتعرف عليها hydroxy apetite crystal mainly شمالها البرسنتش تبعيتها نسبتها بتزداد from دنتين وإنام الjunction to the surface من هون لهون بتكون أعدعم تزداد تمام فلما تزداد هذا بيعطي hardness وبيعطي density للمaterial تمام إذن إن شاء الله نكون فهمناها إذن يعني لغاية الآن حكينا عن physical properties ضل عنا آخر خاصية منها بنحكي فيها عن لون الإنامل وكيف اليونغ إنامل بيبين اليونغ إنامل بيحكينا appears white ليش white هلا بفهمك ليش turning to more yellow appearance as a translucency increases with age شو الفكرة هون الإنامل رح نتعرف كمان بيغضون دقائق على إنه بتكون من وحدات أساسية تدعى البريزمز تمام ولو جيت أخدت الترجمة الحرفية للبريزمز موشورات أو منشورات يعني المنشور خلينا نحكي منشور تمام طيب هذا المنشور معناته رح تنطبق عليه القصائص الفيزيائية اللي كنا ندرسها بالفيزيكس زمان تمام هيا عننا المنشور معروف إنه لما يمر في الضوء المرئي رح نرجعكم للفيزياء شوي فسانفونا لما يمر في الضوء المرئي بدخل هون على المنشور وبطلع على شكل إيش white color white white light يعني تمام أيوة فمعناته بالفعل هذا اللي بصير بالإنامل الإنامل نتيجة الترانزلوسنسي بتعرفوا شو يعني ترانزلوسنسي يعني يسمح للمرور بعض الضوء ويعكس البعض الآخر يعني عندنا الجزئين جزء من الضوء منفذ بدخل والجزء الثاني بنعكس لما ينعكس الضوء المرئي بيعطيني white light فعشان هيك هاد بيفسر أنا ليش بشوف الإنامل باللون الأبيض تمام تمام أيوة ترنينج تمور يلو طب انت بتحكيلي لما ينعكس بتعطيني اللون الوايت طب ليه صار يلو رغم انه زادت الترانزلوسنسي معناته المفروض انه يزداد الرفلكشن تبع الكريستلز بحكيلك لا مش هيك بتمشي الأمور احنا هكينا يسمح بمرور بعض الضوء ويعكس البعض الآخر طب أنا لما تزيد الترانزلوسنسي لنفرض انه سمحنا بمرور بعض الضوء معناته انا رح اصير اشوف النسيج اللي تحت الإنامل لا وهو الدنتين ولما اشوف هذا الدنتين الدنتين لونه شوي على صفار يعني بخلي اللون اصفر فهي انا عندي الانامل الخارجي وهي عندي تحتي الدنتين فبصير انا اشوف الدنتين اللي تحته عرفنا شو هذا التفسير بتخيل هيك صار واضح وخلص اتثبتت بذاكرتكم ان شاء الله نحكي الان عن الكميكال مما يتكون الانامل دائما كيك فيو بدي اعمل سلطة بدي اعمل واتفر فانا بدي احط هالمكونات بحكي لك عطيني 96% ان اورغانيك ماتيريال وعطيني 2% اورغانيك وبحكي لك عشان الخلطة هاي التم ما بين الان اورغانيك والاورغانيك حط اللي شوية مي بحكي لك قدي المي بحكي لك كمان 2% تمام بحكي لوالله شكرا خلص حافظهم ارقام مرتبة 96% 2% اورغانيك 2% ووتر وهاي التقسيمة طبعا باي ويت ورقزولي على هاي الكلمات يعني تقريبا كل هاي الكلمات اللي بنحكيها ومنأكد عليها مهمة تمام لانه انا شايفهم باسئلة الباست بيبر مرات بحكولك باي ومرات باي ويت شو يعني اورغانيك وشو يعني اورغانيك وشو يعني ووتر الووتر اتش تو او ما حدا بدو يفسرها يعني شو يعني اورغانيك هلا 96% صح حكينا اورغانيك طب خليني افسر لكم شو يعني اورغانيك يعني المواد اللي ما فيها ماتيريال تمام هلا يعني لها تفسيرات كتير وكتب مختلفة لكن فكرة الانورغانيك عنصر الكاربون مش موجود فبالتالي الخصائص البيولوجيكال الحيوية مش موجودة يعني انا غالبا بحكي عن مواد كيميائية بحكي عن مواد مش حيوية تمام مش حيوية يعني ما فيها ماتيريال ما فيها ماتيريال تمام تمام يعني هاي بس هيك عشان انا حبيت اوضح لكم اياها هون اذا حبيتوا تكتبوها اكتبوها ما حبيتوا او عارفينها خلص اما الورغانيك ماتيريال 2% لما نحكي اوغانيك يعني حيوية فيها عنصر الكاربون فيها substance بشوفها بالليفينج اوغانيزم and so on وال2% ووتر وهي التقسيمة بايويت هاي الان اوغانيك مين المين كومبوننت في الان اوغانيك is كالسيوم هيدروكسي ابيتايت وناخده على الصيغة التالية وبرضو نحفظ الصيغة يسرين نعم نحفظ الصيغة ياتي اجان تمام الصيغة CA10 BO4x6 OHx2 وهذا المين principle المين او المين component of انامل فلو سألوك what is the principle or main component of انامل هو الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت اللي بحب يفهم الامور اكتر كالسيوم هي كالسيوم هيدروكسي اللي هو هيها تعبر عن وجود الماء الOHx2 والأبيتايت هي خليط الكالسيوم دائما لما يكون في خلطة ما بين كالسيوم وفوسفيت بيسموها الابيتايت اوكي منلاقيها على شكل كريستالات هذا الفورم او الشيب اللي بتيجي في ريجاردن المواد العضوية عنا هاي اشياء عضوية صح لاننا منشوفها بجسمنا احنا فيه بجسمنا ببتايد فيه بروتين فيه امانو اسد and so on البروتين كومبليكسز بتنقسم الى قسمين اميلوجيننز ولو طلعت على الاسم الاسم لحال بسيكريبتف بعرف انها تفرز من الاميلو بلاست هاي الخلايا اللي مرتبة صح خفيفة الدم اللي هي كانت تسأدي مهمتها وتغادر بحكي لك صح هاي الاميلو بلاست بتفرز الاميلوجيننز بتركيز 90% من البروتينز والنن اميلوجيننز كمان تفرز الاميلو بلاست لكن صياغها بتكون مختلفة بغيروا عليها شغلة نسبتها 10% لكن برضو اعرف لي انه اللي بتفرز ها هي الاميلو بلاست تمام لهون اتوقع تمام اوكي نطلع هون عنا ايش منا نحكي الهايدروكسي ابيتايت كريستلز الى وهو الشكل اللي بتيجي فيه الهن الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت تمام هلأ طلعوا على الهايدروكسي ابيتايت كريستلز بس قبل ما نروح لهاي الصورة بهمني تشوفوا هاي الصورة هاي الصورة هلأ كمان شوي رح نتعرف على إشي اسمه البرزم او الرد تمام بس يعني عشان كون عندك تصور عنها لو اطلعت على هذا البوكس هذا بوكس اخدينه من التوث انامل زي ما منشوف مسكوا وحدة منه هاي الوحدة اسمها ايش اسمها الرد او البرزم لو نترجمها يعني القطبان او المنشورات هاي البرزم الواحدة او الرد تتكون من مليون هاي دروكسي ابيتايت كريستل هون ممثلين بسبعة يعني سبع حبات لكن هي مستحيل يرسم المليون او سري فهاي ال مليون لو اطلعنا على الواحدة منها الواحدة منها بتمتد ركزوا معاي الواحدة منها بتمتد من هون اللي هو اللي نعتبر انه هذا الانامل لغاية وين لغاية الدنتين وانامل جنكشن تمام شو الدنتين وانامل جنكشن اللي هو الجنكشن ما بين طبقة الانامل والطبقة تحت هالدنتين طيب خلينا نطلع بحكي لنا هذا الهيدروكسي ابيتايت هذا مش بس موجود في طبقة الانامل بلائي بال ثري هار تيشوز الانامل والدنتين سيختلف عن السمنتم الجواب سيختلف بي تفاصيل معينة مثلا سيختلف بالأبعاد سيختلف بالسيز سيختلف بالثيكنس وفعلا هذا وهنا مثال على ذلك لو اتطلعنا مع بعض عندي هون الهيدروكسي ابيتايت كريستل انامل هاي تبعية الانامل وهون عنا الهيدروكسي ابيتايت كريستل تبعية الدنتين لانه الدنتين الانامل لو اتطلعنا على الوث تباحها 70 نانوميتر تقريبا لو اتطلعنا على الثيكنس تبعيتها هاي 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 من هون لهون تقريبا 25 نانوميتر تمام وهي هذا المكتوب هون مطلوب تحفظوا الأرقام هاي المقربة طيب فتقريبا هاي يعني تقريبا هاي أبعادها لو اتطلعنا على طولها طولها متغير من منطقة لمنطقة حسب مش احنا قلنا الثيكنس of انامل تتغير من اثنين ونص ممكن تنزل لواحد واحد فاصلة something بحكيلك صحيح فلما نجي نتطلع على اللنث لاحظ حطلك علامة تعجب لانه احنا ما منقدر يعني ما منقدر علامة سؤال ما منقدر انحدد طولها بالزبط تمام لانها متغيرة جنكشن طيب موست كريستل are hexagonal in cross section لو انا مسكت هذا كريستل وقطعته هيك شو يعني هيك يعني cross section transversally مقطع عرضي بحكيلك رح اشوفه على شكل سداسيات هيك رح يبين معاي تمام هاي شكل سداسي هذا الشكل السداسي يعبر عن الكريستل بالك cross section تمام the cores of the crystals are richer in magnesium and carbonate لو طلعنا بالوسط هون هون رح يكون معبة magnesium ومعبة carbonate تمام معبة magnesium وcarbonate لكن لو طلعنا على الاطراف لو رحنا هون مثلا على الاطراف خليني بس اشي لهذا لو طلعنا على الاطراف شو رح ألاقي هون بالاطراف رح نلاقي شوي اكتر ايش شوي اقل الماغنيسيوم والكاربونات مقارنة مع البريفرز فمعناته الفكرة وجود الكاربونات والماغنيسيوم زي كأنه يعني زي كأنه وسط مفضل للبكتيريا إنها تأدي نشاطاتها وتفرز الاسد باي برودكت وتأدي لتذويب جزء من السن يعني تعمل كارز ببساطة تخفف عليكم كل هاي الشغلات وجود الماغنيسيوم والكاربونات في داخل الكريستلز بخليها فرصة إنها تقريبا 35 والكثافة صارت 10 والطول متغير طيب هذا اللي حكينا نطلع على هاي الصورة مع بعض بهاي الصورة زكي إنه إحنا أخذنا كروس سكشن ومنطلع على الهكساغون يعني مش متفق إنه هذا سداسي الشكل سداسي لو طلعنا على ترتيبه رح نلاقي بالنص عنا هيدروكسل إقروب هاي هيدروكسل تعبر عن الووتر اللي موجودة في الإنامل هاي الووتر أو الهيدروكسل محاطة بثري كالسيوم أيون هاي كالسيوم كالسيوم وكالسيوم بعد إحاطتها بالثري كالسيوم بترد بتحاط بثري فوسفيت فهي بيجي عنا فوسفيت فوسفيت وفوسفيت تمام بعبر عن اللي موجود بالأبيتايت هذا الجزء وبعدين بتلف على الإحاطة الداير يعني ستة إيش سكس كالسيوم أيون هاي كالسيوم كالسيوم وهكذا فهيك ترتيب ال CA10 PO4x6 أو Hx2 أو اللي كريستلز كيونة واحدة هاي اللي كريستلز بحكينا تمام يعني لو طلعتوا على هاي الصورة شفتوها اللي هون شفتوها طلعوا كيف تكرار ربيتيشن ربيتيشن هاي كل ياتو يعاد عشان يعطينا الشكل النهائي ل أو تعطينا هاي الكريستلز بتظلها تتكرر بهذا الشكل هيك وبالأخير بتعطينا الكريستل الطويل كامل لما نطلع عليه تمام أوكي نطلع على هاي الصورة برضو هاي الصورة مأخوذة بالمايكروسكوب لو طلعنا عليها بتفرجينا الكريستلز تعبر عن منيهايدروكسي أبيتايت موليكولز منظمة إن لاتس باتن يعني مجموعة زي ما حكينا الأبيتايت هي الغروب أوف كالسيوم زائد الفوسفيت حسب شو بتكون صيغته ماشي مترتبين إن لاتس باتن يعني بنظام زي الشبكة هيك بيكونوا مترتبين شايفينهم إن لاتس باتن يعني ما فيها أي شي غير إنه يعني هيك بتكم تعرفون إن هلي هيكسا جون تحتب على هيدروكسي أبيتايت مرتبة إن لاتس باتن طيب شايفين هاي الصورة بترجع بتوضح لنا نفس الفكرة يعني أنا بتخيل إنه خلاص صرنا هون فاهمين ها من هاي الصورة لأن هاي كتير يعني مرتبة فهون بس بضل يعني يكرر لنا فيها بفرجينا هاي الكالسيوم وهاي الفوسفيت يعني الأبيتايت وهون لو تطلعنا على الكثافة تبعيتها الوث حكينا هاي الوث ستين تقريبا يعني سبعين نانوميتر إحنا اتفقنا عليها وهاي حكينا خمس وعشرين نانوميتر من ناحية الثكنس وطبعا مختلفة عن الدنتين هون الصورة بتفرجينا الكالسيوم كيف تعطينا الإحاطة النهائية لأنه حكينا هو الموجود على البريفرز تبع الهكساغون لو تطلعنا على substitutions in hydroxy apatite crystals هاي المواعد ممكن تعمل زي substitutions استبدال بعناصر معينة مثلا لو تطلعنا على الكاربونات تمام الكاربونات اللي هو تقريبا CO3 minus 2 I think هذا الكاربونات كذلك الفوسفيت ماشي يعتبر substitution للهايدروكسل سايت مش إحنا في عنا بالنص كان OH اللي هي الهايدروكسل جروب شو الأشياء الممكن يتم استبدالها فيها من عناصر أخرى الكاربونات والفوسفيت هايحفظ الماغنيسيوم هو substitution للكالسيوم أيون كيف دك تحفظها الكالسيوم عنصر مجموعة تانية الماغنيسيوم عنصر مجموعة تانية يعني منطقي أنه يتم استبدالها بالكالسيوم الفلورايد يعتبر substitution هو والهايدروكسل أيون conferring greater stability and resistance to acidic solution يعني الفلورايد ممكن يستبدل الهايدروكسل أيون هاي الهايدروكسل اللي بالنص يمكن تصير موجود فيها فلورايد تمام فلما يصير موجود الفلورايد بالنص بيبطل اسمها هيدروكسي ابيتايت كريستل إنما بصير اسمها فلورو ابيتايت كريستل تمام تمام فهذا الاشي هل هو لصالح السن ولا مش لصالحه دائما منسمع الأطفال بيحطو لهم مادة الفلورايد وبيحكو لك إنه بتحافظ على السن بتقلل من التسويس صحيح لأنه بتعطي السن greater stability مقاومة للتسويسات تفسير ذلك هاي مكتوب هون إنه الفلورايد يعتبر كمركب حجمه كبير فلما بدو يجي حل محل الهايدروكسل في وسط الكريستل بيخليها أكثر قوة وأكثر مقاومة بيخليها stable تمام فعشان هيك موجود في عنا الفلورايد والووتر in our tooth paste لأنه ممكن تصير تحل محل الهايدروكسل اللي موجودة في الكريستل which is found in inamal فبتعطي stability للسن لو بنحكي عن مستويات الفلورايد بحكي لنا فهي يعني هون زك إنه بدوها تحلك إنه حسب شو في أيونات بالسن يكون توجه السن مثلا في فلورايد ماشي هذا الإشي بيقلل من يعني هذا الإشي بيقلل من فرصة السن للتسوس في عناصر تانية زي مثلا الكاربونيت أو غيرها من العناصر هذا بيزيد من فرصة السن للتسوس وهون بحكي لنا إنه مستويات الفلورايد بتتراجع كل ما اتجهنا نحو الدنتين يعني الفلورايد على surface inamal الفلورايد اللي على surface inamal تركيزه أكثر من الفلورايد اللي على الدنتين و inamal junction مثلا أو باتجاه الدنتين لأنه بتراجع تركيزه باتجاه الدنتين perhaps because the fluoride is acquired during inamal maturation إذن شو التفسير هاي التفسير إنه الإنامل يعني الإنامل يحتاج للفلورايد أثناء المaturation since إنه الإنامل أكثر على outer surface فمعناته بدنا فلورايد أكتر لما ننزل باتجاه الدنتين و inamal junction رح يصير أقل فيما يخص الكلورايد واللد الرصاص اللي هو البيبي والزنك والصوديوم والسترونشيوم sr ماشي كل هاي العناصر والألمنيوم may also substitute into the appetite lettuce وين بعمل substitution مش مواضحين لكن اعرف إنه لو إجاك مثلا all of the following except فتكون عارفهم تمام أوكي نطلع هون بحكينا إنه هاي الفكرة اللي حكيناها إنه الإيون بعكس شو how the tissue gonna react وهاي الفكرة بال physical and chemical properties الإيون اللي موجودة هي رح تعكس كيف رح يتأثر هل رح يدوب مثلا الأبيتايت كريستال ولا هل رح يصير لهم remineralization إعادة التكلس لفلورايد بيؤدي لل remineralization يعني inhibit caries بيثبت التسوسات والوجود الكاربونات لا بالعكس بيعزز من caries attack تمام فيما يخص الووتر حكينا هي 2% by weight 5% 10% by volume ليش في ووتر أنا هي عندي التشو حكينا في بورز هون ماشي بس وين حكينا list بورز على surface فلنفرض هذا في نص التشو ماشي تبع الإنامل هاي البورز نتيجة وجودها يعني لابد من وجود مادة تكون موجودة فيها عشان تسكر الفراغات شو هاي المادة الووتر تمام شو بتعمل بتكون ما بين الكريستل وبتحيط في الورغانيك ماتيريال فهي بتكون موجودة نتيجة البوريسيتي بين الورغانيك ماتيريال طبعا وجود هذا الماء بعيق عملية تكوين الهايدراشن لاير احنا ما بيكون في عنا طبقة مائية على السطح يعني انت هلا لو مسكت الإنامل على سبيل المثال يكون الإنامل ما عليه سلايفا ركزوا معي الإنامل ما عليه سلايفا لو مسكت إصبعك وتحس الإنامل هل بيعطيك مي هل لو ضغطت عليه بيعطيك مي لا لأنه ما في هيدراشن لير طب ليه ما في هيدراشن لير طبقة مائية رغم في مي السبب انه هاي المي كان صار لها تراب منت يعني زين حبست داخل الكريستل تمام هاي هون الكريستل فمعناته هون شو بنفهم كمان صحيح نفهم شغلة تانية انه المي بيكون وذن كريستل بيكون بتوين كريستل تمام طيب عن الفلورايد وعنصر ذكي بيستغل الفرصة بيستغل وجود المي عشان يتحرك ويحل محل الهايدروكسل تمام مش صح حكينا هو سبستيتيوشن للهايدروكسل الهايدروكسل تعبر عن وجود الماء فبيستغل الفرصة وبيعمل عمليات كيميائية ما قلنا فأنا بحكي عن أشياء موجودة بالجسم وهير ويار توكينج مينلي about what about بروتين إذن مينلي إحنا بنحكي عن البروتين اللي هو مينلي الأميلو جينينز اللي هنو يفرزوا من قبل مين الأميلو بلاست مين اللي بفرزهم حكيناها الأميلو بلاست طيب هلأ بحكيهنا الأورغانيك ماتريكس هلأ بداية قبل ما نحكي عن أورغانيك ماتريكس بدنا نعرف أن إحنا بكون في عنا أورغانيك ماتريكس بداية بعدين بصير في عنا عملية ال يعني الساكل كيف بتبلش ان الإنامل بتم تشكيل فيه اللي بروتينات يعني بتبلش تشكل هاي البروتينات وال المركبات وإلى آخره وبعد ما تشكل هاي الأورغانيك ماتريكس شو بتروح بتعمل؟ بتبلش عملية المينيرالايزيشن خليها ببالك هل رح أحكي لك ياها معلومة مهمة عن الإماتشور والماتشور هلأ في عنا ماتشور إنامل يعني خلاص ناضش الأميلو بلاست أتمت المهمة وغادرت فهون بيكون تركيز الأورغانيك ماتريكس هيها يا دوب واحد لتنين بالمية وبيحكي لنا طبعا هذا الإشي مش فكس لأنه ممكن تتراوح وتبلش من 0.05 لغاية الـ 3% حسب الـ Regularity of the Crystals طيب هلأ البروتينز اللي موجودة في الإنامل هي اللي بتشكل مين لي إيش الأورغانيك ماتريكس أميلو جنينز 90 نن أميلو جنينز 10 بالمية وننعرف إنه الأورغانيك لو سألتك سؤال هون Does the organic material contribute to the enamel surface بتجاوب لي نو هاد السؤال على شو على إنه هي لا تساهم في الإنامل structure مش سير في السوري من ضبط الكلمة Does the organic material contribute to the enamel structure الجواب لا ليه لا طب هي موجود أحكي لك يا جماعة هو كل تركيزه 2% فكيف رح تساهم يعني يا دوب إشي بسيط جدا لدرجة إنه لا يذكر ضمن الإنامل structure طيب نحكي أكتر عن الorganic matrix طبعا بحكي لنا كمية البروتينات الموجودة فيها هي الأعلى إشي في الإنامل in tufts يعني بمعنى آخر هذا ال tufts هلا رح تعرفوه للي مو عارفه هو عبارة عن structure أكيد ما رح نكون عارفينه ال tufts هنه عبارة عن structure موجودين ما بين يعني من الدنتين وإنامل junction لتقريبا ثلث الإنامل تمام لا تكتبوها هلا رح نشوفها تحت هاي tufts موجود فيها تراكيز البروتينات عالية جدا فيها تراكيز البروتينات عالية موجودة آذة دنتين وإنامل junction بس اللي بدك تعرفوه انه tufts معبقية بروتين طبعا في عنا لبد تتذكروا انه تتذكروا انه احنا هون بنحكي عن خلايا وطالما احنا بنحكي عن خلايا في إلها دايما اللي هو السلممبرين اللي هو hydrophilic head with hydrophobic tails صح؟ هيك كنا نرسمهم hydrophobic tails طيب ونفس الإشي على الجهة المقابلة يعني رح يكون تقريبا هيك وهيك وهيك طيب هذا إيش عن السلممبرين اللي موجود على أي خلية طالما احنا كان في عنا خلايا الاميلو بلاست وهي الاميلو بلاست راح تنتحرن بظل في زي بقايا من هذا السلممبرين هيك تخيل أجزاء مكسرة هاي البقايا هي اللي بتفسر وجود واحد بالمية من الأورغانيك ماتيريال فيها لبد طبعا النسبة كثير قليلة ولا تذكر ليش؟ لأنها ريمينانتس هاي المجموعة البروتينية الأولى من ركز بخصائصها شو تعتبر هاي المجموعة من الهايدرو فوبيك شو يعني كارهة للماء لا موليكيولار ويت تنتو أجريكيت انتو كلامس بتتجمع هيك زي كتل أوكي بروديوز باي الاميلو بلاست زي سيبرد يعني بنتشروا على السطح الإنامل لغاية ما يتطور إن أجل ماتريكس ثرو ويتش موليكيول أند سيبرد إذن بتكون على جل ماتريكس تنتشر فيها الإيونات والموليكيولز بشكل سريع وهذا بساعد على تكوين الارج كريستلز تمام إذن هاي المعلومات اللي نعرفها عن الاميلو جنز خصائصها السريع أميلو بلاست تفرزها هايدرو فوبيك لور موليكيولار ويت بتتجمع بتكون بجل ماتريكس تحتوي على إيونات وموليكيولز بتساهم بحركة الإيونات والموليكيولز بشكل سريع لأنه أنا أعطيك وسط تتحرك فيه اللي هو الاميلو جننز وهذا الاشي بساهم في تكوين الارج كريستلز فيما يخص النان اميلو جننز فالنان اميلو جننز كمان بتفرزهم الاميلو بلاست لكن نحن 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 عن مواد تفتلين هذا بروتين التفت اللي هلا حكيناها هون رح نشوف ها كمان شوي اميلو بلاست و اناميلن هلا رح تحكيلي كيف نحفظهم يعني كل هاتم بنته بالن بس هذا مش شرط لأنه ان يعني بروتين تمام زي الاميلو جنن كمان ما هي تنتهي ب طبعا نفس الخاصية للاميلو جنن انهم لوموليكولار ويت بيحكولك وين مصدرها يعتقد انها مشتقة من البلازما البومين بروتين موجود في بلازما الدم دي كثرة فهو اللي يعني بيعطيهم طبعا يعني بشكل مش بيعطيهم ديراير دفرم البلازما البومين ال نون اميلو جنن يعني الاميلو مشتقين من الالبيومين ببساطة contain distinct components secreted by الاميلو بلاست هين نؤكد على هاي الجملة في لها يعني they may have a rule in mineralization along with اميلو جنن لو سألتك الاميلو بلاست just secret اميلو جنن الجواب no false يعني ممكن نجبل لك true or false هل فقط الاميلو بلاست تعمل على افراز الاميلو جنن كتير ممكن يتخيل ها اه بس الجواب لا شو دور الاميلو جنن الها دور في المن وهي الخطوة التي تتبع تشكيل الورغانيك ماتريكس نحكي عن الهيستولوجي الهيستولوجي تبع الانعمل هلأ احنا المرة الماضية قلنا في عننا ground section و decalcified section ال الورغانيك بصير له dissolved ذوبان طب انا بحكي لك انه الانعمل يتشكل من 96% in organic فهل المنطقي احطه بال decalcified ولا بال organic لو حطيته بال decalcified انا رح اذوب معناته 96% طب انت رايح تدرسه يعني انت رايح اصلا تعمل من اجل دراسته طب انا لما احط كل هاي 96% واذوب ها معناته اتو ال نطبي سين ماشي انا ولا رح اقدر اشوف اي structure عشان هيك طريقة دراست الانعمل تحديدا الماتشور الانعمل الماتشور الانعمل ب ال organic تمام طيب بينما لو كان الماتشور الماتشور الانعمل لساته فيه بروتينات لساته فيه organic عندما نحكي فيه بروتيين يعني فيه organic وهاي الانعمل نسبتها 25% ل30% معناته اي كان استدعت in ground section بمعنى لو انت من هون وطالع شفت صورة ground section ومبين فيها الانعمل اعرف انه هذا الانعمل is what is immature انعمل طيب كل هاي التفاصيل حكيناها هاي الصورتين برضو بفرجونا ground section و decalcified section هاي هون لو طلعنا هذا الجزء الخارجي الانعمل هذا اللي تحت دنتين هاي هون البلب لاحظ انه البلب شمال محترق على الاخر صير له حرق ليه لانه معظم هو soft tissue soft tissue يعني فيه دم الى آخر رح نتعرف عليه لاحقا بيكون محترق بينما هذا decalcified tissue شوف الانعمل مش مبين كيف تقدر تدرسه هاي عنا دنتين طبعا منحكي له decalcified or demineralized منزوع دي معناها منزوع calcified منزوع الكالسيوم which is the mineral أو demineralized يعني منزوع المنيرال طيب وهون في عنا هاي الاتاج الجنجيفة اللي حكينا عنهم المرة الماضية طبعا مش لكل هاي الدرجة هي الاتاج الجنجيفة طبعا هون في عنا الفيولربون هون في عنا السمنتم هون periodontal ligaments كل هاي الاشياء رح تتعرف عليها باللاب أكتر وهي البلب طيب نيجي هون نحكي عن الوحدة الاساسية للإنام الصراحة من هون بيبلش الأهمية تزداد بالمادة الوحدة الاساسية في الإنام الاس إنام الروتز أو بريزمز تمام الإنام الروتز أو البرزمز هاي هي الوحدة الاساسية وزي ما حكيت لك ردز معناها قطبان وبرزمز معناها منشورات أو موشورات تمام هي تعتبر البيسيك ستركتش يونيت أو إنامل يعني المين بلدن بلوك أو إنامل إز الروتز وهاي الروتز زي ما حكينا تتشكل من سيفيرال هيدروكسي أبيتايت كريستلز كلهات هم محطوطين بتراوح بالدياميتر ما بين الخمسة للستة مايكرو ميتر وبوصل لغاية 2.5 مليمتر في اللنث اللي هو نفس إيش نفس الإنامل على منطقة الكسب مش هيك حكينا تقريبا بوصل ل2.5 مليمتر تمام فرم دنتينو إنامل جنكشن تو سيرفس الإنامل بريزمز زي ما حكينا بنفصله من خلال إنتر بريزمز أو إنتر بريزمز هي إنتر بريزمز مش متعارف عليها لكن هاي في عنا الردز اللي هن بريزمز وهي عنا الإنتر بريزمز اللي هن ما بين شو يعني إنتر بين وردز بريزمز اللي هن فهي بيناتهم هاي المناطق بيكون عاملة زي ديفياشن يعني إحنا حتى يعني طلغوا أفرحمكم شوي خلينا شوي شوي بتدرر شايفينا الردز لكن نركز لكن الانتر ردز ليش ظهروا هيك والرد ظهروا هيك التفسير لذلك إنه لما إجت هاي الكريستلز في منطقة الانتر رد راح تغيرت اتجاهها وانحرفت بزاوية مقدارها 40 ل 60 درجة فهاي الانحراف بهاي الزاوية 40 ل 60 درجة ترك زي مساحة للأورغانيك ماتيرييل مش إحنا في عنا 2 بالمية أورغانيك ماتيرييل حكنا لها تعالي تفضلي هاي في إليك مساحة سألناها كيف إجت هاي المساحة صارت تحكي إنا إجت نتيجة انحراف الانتر رد سوبستنس ببساطة فهذا كل المكتوب هون فيما يخص البرزمز باوندرز رفلكت اصدن تشينج in the crystal orientation وهذا اللي كنا نحكي slightly undulating course that reflects الاميلو بلاست path during secretion ليه في يعني ليه في هيك زي ما صار متعرج أو متموج ماشي السبب في ذلك إنه الاميلو بلاست الخلايا الإفرازية اللي أفرزت الإنامل لما كانت تتحرك كانت هيك تمشي على راحتها لأنها كانت تعرفوا شو كانت تعمل كانت تروح تفرز إنامل وترتاح تفرز إنامل وترتاح تفرز إنامل وترتاح فهاي راحتها حسب يا بتضل هيوم يا بترتاح أسبوع رح نشوفه كمان شوي فهذا خلى مسار متعرج وخلنا نشوفهم بـ undulating course طبعا الصورة الفوق بتفرجينا longitudinal section قطعناه يعني بالطول وهذا بفرجينا cross section قطعينه بالعرض هاي الrods شايفين كيف شكلهم هذا اسمه keyhole batter رح نتعرف عليه كمان شوي وهي الenter رود اللي بينعتهم نفس المكون لكن هون فيه انحراف مقداره 40 to 60 degrees شو أهمية هاي انحراف شو الobjective منه إنه سمح للorganic materials to be accommodated طي seen in demineralization section هل أنا بقدار أشوفها في demineralization prisms هون مبينة وهون برجع بكرر لنا نفس المعلومة فبرأي يتحذفوها لأنها مجرد تكرار هذا demineralization بفرجينا كيف البرisms تحت light microscope طبعا هون ليش مبينة بهذا النون لأنها مصبوغة بصبغة معينة هاي هال light blue stain طيب وهون برجع بحكي لنا نفس المعلومات تقريبا إنه المنطقة اللي ما بين اللي prism اسمها interprismatic فلو حكيت لك عرف الenterprismatic it is مشابه في composition هيبقى قدلك نفس المحتوى inside the prisms لكن different هو optical يعني الظاهرة هتطلع لك ظاهرة بصرية تمام إذن انت بس على عينك بتشوف هذا الاشي because ايش التفسير العلمي crystal deviation اوكي إذن ما ننسى same composition but different direction نطلع على هاي الصورة هاي الصورة بتفرجينا لإنام البرisms and cross section لو اطلعنا هيك رح أميل شوي الايباد لو اطلعنا هيك شايفين هدول البرisms هاي كل واحدة منها اسمها prism 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 rod rod شو ما بتحب تسميها سميها تمام بتلاحظ فيه زي لون كمان هون هيك شوي أغمى صح هذا اللون الأغمى فيه إلو اسم خاص اسمه cross striations رح لو طلعنا هون كمان cross striations فهذا اللي بيخلينا نشوفهم بهذا الشكل أما الباقي عبارة عن البرisms طبعا البرisms بيجو ب different pattern بحكي ان هذا pattern انت بتشوفه حسب اتجاه القطع يعني أنا لما أخذت العينة تبعت الإنامن وقطعتها وبدأ أدرسها تحت light microscope وعملت كل هديك خطوات تحضير عينة المايكروسكوب وجيت بدي أدرسها شو رح أشوفها رح أحكي رح تشوفها ب different patterns depending on the way you cut this histological section لكن أكثر أكثر pattern منشوفه هو keyhole pattern أو pattern 3 هذا أكثر شكل منشوفه فيه ليس منها keyhole لأنه زي ثقب اللي منحط فيه المفتاح طلعوا كيف يكون هيك بعدين نازل هيك هذا الجزء هذا اسمه prism أو الرد هذا الجزء اسمه head الرأس وهذا tail لاحظ tail كمان منحرف بزاوية معينة هلا رح نشوفها طيب prisms have head and tail the tail of one prism lies between head of two adjacent طيب عشان نفهم هاي الصورة ننزل على الصورة التحت هون شايفين الhead هاي head of one prism موقع ما بين ايش هاي head of one prism وهي tail شايفين التال بيجي ما بين two heads هاي head عنا هون وهي another head كل tail من prism يأتي ما بين two head هاي tail شاي كمان ما بين two heads تمام وال prism الواحدة consist of what of millions of crystals نرجع على الموقع المنشرح فيه طبعا هون بصير فيه تغيير مفاجئ في الكريستل على prism boundary والمسؤول عن optical appearance of boundary احنا اصلا ليه منقدر نشوف الاطراف الاطراف ليش مبين هاي هاي الاطراف حتى بيشبهوها دايما بجلد السمكة تمام ليش مبين هاي الاطراف مبين لانه صار في change of crystal orientation وهذا التفسير وانا اتوقع انه مهم طيب وطبعا هادا اللي بيناتهم يعني بس عشان تعقيبا على الاشي نوليش هيك مبين هادا اللي بيعطينا الانتررود اصلا وش صحيح احنا حكينا الانتررود هي حاصلة نتيجة change in the direction طبعا طلعوا هاي شكل يعني هذا تعبير عن شكل how it is يعني how are run in wavy direction indulating course الاميلو بلاست لانها بتاخد مسار متعرج اثناء افرازها للانامل فبطلع wavy course مثلا هاي النقطة بتكون كلياتها جاي من نفس المصدر تمام لو اطلعنا على هاي النقطة كلياتها بتكون جاي من نفس المصدر تمام اوكي طبعا هون برضو بفرجينا cross section هذا تكرار برجع وهذا كلياته حكينا يعني ما في اي اشي كيف بيكون run parallel to the long axis هاي التيلز حكينا بيميله بزاوية 65 ل 70 هاي التيل بيميل بزاوية 65 ل 70 درجة اوكي وحكينا هذا بيساهم في الاوبتيكال فرينومينا وبيساهم انه نشوف المسارات طيب في هذا الفيديو بنصحكم انكم انتروحوا تشوفوه بس رح اعطيكم الملخص ملخص هذا الفيديو شو بحكي انه احنا عنا هاي الاميلو بلاست هاي الاميلو بلاست بيكون في الها process سوفlية هاي process بتوعد تفرز الrods بعدها الانتروض لانه با نفس الكمبوزيشن بس اختلاف الانتروض فرودز انتروض بتفرز اكتر اكتر بتصير تطلع بتفرز اكتر بكل الورغانيك ماتريكس بتخلي لها 2% وبتروح بتعبي منيرالز وتشكل الانامل النهائي بنصحكم تشوفو بيعطيكم تصور اكتر عن الفكرة الانامل بحكي انه انا ممكن اشوفهم بـ مرات ممكن اشوف البرزم بهذا الشكل مرات مثلا بهذا الشكل مرات بهذا الشكل شو السببب السببب حسب الطريقة اللي احنا قطعنا فيها هذا السكشن مش احنا منروح نحضر العينة عشان نشوفها تحت المايكروسكوب فاحنا منروح منقطعها بزاوية معينة لو انت قطعتها بتسعين درجة رح تحصل على البرفكت كيهول شيم وهذا الموست كومون باتن لكن لو قطعتها مثلا بزاوية صفر تقريبا تحصل على مستطيل لو قطعتها بزاوية مختلفة بتحصل على اشكال مختلفة هذا البتن اهتموا فيه في مادة العملي اكتر وهون بشبهول نياب بمثال الخيارة لو احنا عنا الخيارة تمام هاي الخيارة انا قطعتها بهذا الشكل رجعت قطعتها بهذا الشكل مثلا بتصير الحبة هيك لو قطعتها بهذا الشكل بهذا الشكل و بنمشي عليهم بكل الزوايا تمام فكل مرة انت رح تحصل على اشي اوكي لو قطعتها هيك على اعتبار انه هيك صفر رح تحصل على شكل الخيارة هيك ولو قطعتها بهاي الزاوية اللي هي تسعين درجة هيك متعامد عليها رح تحصل على الشكل السيركولر تمام دس عشان نفهم شو قصة مثال اللي خيارة اوكي نطلع هون هون في عنا فكرة معينة ضروري نفهمها طلعوا معاي شايفين البرزمز مش صح ضلت تتشكل هيك برزم ورا برزم ورا برزم لهن الروتز ووراها طبقة تانية كل اياتهم بنفس الاتجاه تمام تقريبا نمشينا حوالي عشرة لتلت عشر طبقة بعدية فجأة انه الانام الغير مساره صار يمشي مثلا هيك هيك تمام فصار يمشي يعني الطريقة معينة مش نفس الطريقة الاولى نفس المكون بس مش نفس الطريقة الاولى فكمان تقريبا عشرة لتلت عشر طبقة وعطانا شكل تاني رجع صار يمشي هيك برضو عشرة لتلت عشر طبقة وعطانا هذا الشكل هاي 13 طبقة تمشي كان تمشي بنفس الاتجاه ادى لانه تظهر عنا ظاهرة بنسميها هانتر شريجر بانز نسبة لعالمين عملوا على اكتشافها هانتر وشريجر تمام لما يجوا يشوفوا ادية ابعادها تقريبا كانوا يحكوا انها بتوصل ال 50 مايكرو ميتر تمام كل التفاصيل والارقام يهتموا لي فيها رجعا اللي بدو يجيب علامة عن جد يهتم فيهم فكل يعت هاي 50 مايكرو ميتر وهون 50 مايكرو ميتر تقريبا طب ليه احنا بنشوف هاي الاشي نتيجة اللايت رفلكشن ان عكاس الضوء لما مر على الانامل ادى لاظبتيك الفينومنا ادى لظاهرة بصرية هاي الظاهرة بصرية تظهر على شكل الباندز زي يعني قطع نسبة للعالمين سميت هانتر شريقر باندز طب ليش ظهرت لانه الانامل كانوا كل مرة يمشوا باتجاه معين تمام فبناء على ذلك طبعا شو الهدف منها لما يعني قعدوا يشوفوا هل هي جست لايت فينومنا يعني لايت رفلكشن لا طبعا في لها حكمة الحكمة منها انها تقوي الانامل ضد الكسر طبعا العلماء اطلقوا على المناطق ال دارك باندز اسم وعلى اللايت باندز اسم ال دارك باندز دي دي تذكر حرف دي وكمان حرف دي مش انتي دارك يعني هاي هون نمشيها عشان واضحة اكتر هي دارك معناته ايش سموها دايازونز دايازونز فهي هون دايازونز وعلى المناطق الفاتحة اللايت اللي ظهرت نتيجة انه القطع كان طولي سموها بالبارازونز تمام انت اذا حفظت انه دي دارك دايازونز فبضل عليك تحفظ انه المناطق الفاتحة بارازونز تمام تمام طبعا بحكينا بهاي الفقرة هون انه the outer fourth of enamel all the presums run in the same direction فبالتالي ما في باندنج شايف هذا ما في بريزم the outer the outer fourth اوكي the outer fourth اش مالو ما في باند في بريزم بس ما في الباندنج افكتز تمام معناته ليش شو التفسير انا قلتلك لما البرزم صغيروا اتجاههم ظهروا معناته البرزم run in the same direction ماشي طالوا بتحركوا بنفس الاتجاه معناته ما رح يظهر تأثير الباند هاي الصورة بتفرجينا كيف لما انا اقطع قطعة طولية زي هيك longitudinal فبتظهر لي المناطق الفاتحة بالlongitudinal بظهر light bands اللي منسميهم البارازونز وعي لما نقطع transversally بهذا الشكل البرزمز بتصير اوضح فمعناته اللون اغمى فمنسميها diazones هيها dark diazones الزاوية بين القطعة الانجتودونل والترانسفيرسل 40 درجة والبتن هل حكينا it is just a phenomena لا it is strengthen inamil against a fracture بتقوي ضد الكسر طبعا الانامل presents على المناطق الديئة شايفين الكسب الكسب هيها الكسب صح طيب لما نيجي نطلع خلينا بس نرسمها بشكل أوضح أوكي مثلا من هاي المنطقة الكسب هي هذا الجزء صح طب لهاي المناطق بتكون معبئي الانامل ليش معبئي الانامل هلو بحكي لك لما الاميلو بلاست بتيجي تتحرك تمام بتصير تتحرك بهذا الشكل هاي ويفي ويفي شايفين ها تمام فلانها ويفي بتصير تحكي لك يا عمي أنا طب بدي أمشي مش ملاقي مكان بتصير تحاول تطعج حالها أكتر لو يجينا هون نكبر هيك بتصير تطعج حالها أكتر لحتى تقدر تدخل تمام فلما تطعج حالها أكتر بصير هاي المنطقة كتير اللي الموجود فيها اسم معين وسموها باسم إيش الإجنارلد إنامل سموها باسم الإجنارلد إنامل اللي هو فكرته إنو الإنامل مشي بوافي كورس زيادة لأنو المنطقة ضيقة في البرزمز نضغطوا أكتر like الكسب تمام هاي كل تفسيرها وهون هايها البرزمز أبيرانس أوفر سمول اريا بهذا الوافي كورس بس أشوف هاي الرسمة اللي كتير هيك فيها الكورس كتير متعرج لدرجة بعرف إنو هاي هي الإجنارلد إنامل وأكثر المناطق المنشوفة فيها عند الكسب أريا طبعا إينامل في عنا إينامل يعني إنامل ما بتظهر عليه تفاصيل إنامل وهو خلينا هايك نفتب لك إياه لما أنا أحكي 20 لغاية 100 مايكرو ميتر أنا بالامتحان أسرع تمام طيب و20 لغاية 70 مايكرو ميتر إذا كنا بنحكي عن secondary dentition أو secondary teeth بيكون outer surface يعني هالأدة من surface الخارجي إيش ما له إيه بريزماتيك إيه بريزماتيك يعني في كريستلز بس ما في بريزمز في كريستلز بس ما في بريزمز وبالتالي محتوى المينيرالز بيكون كتير عالي المينيرالز أشماله بيكون محتوى عالي جدا أما يعني الانورغانيك ماتيريا العالية تمام وأكتر من غيرها من الطبقات لأنه ما في بريزمز فبالتالي ما في باوندرز يعني ما في أورغانيك ماتيريا لأنه الباوندرز بالأورغانيك طب ما في أورغانيك ماتيريا بيضل عنا الانورغانيك فبتصر كميات الانورغانيك رهيبة كريستلز are aligned at right angles to the surface and parallel to each other الكريستلز بتكون على right angle زاوية 90 درجة للأوتر سيرفاس هاي الأوتر سيرفاس وهي الكريستلز شو الزاوية لعملتها مع بعض 90 درجة هاي كريستلز تمام على الأوتر سيرفاس وبرالل to each other يعني هاي الكريستل الواحدة متوازية مع الكريستل التي تليها هاي التفسير وهي الجملة اللي هلا كنت أحكي لك إياها ما في بريزمز وبالتالي ما في باوندرز الباوندرز هي المحل الذي تحل فيه الورغانيك ماتيريال فمعناتهم ما في أورغانيك فبيضل النسب الأكبر لمن للإن أورغانيك ماتيريال which is the ماتيريال تمام تمام فهي تفسيرها نتيجة الابسنس وفي بريزمز باوندرز where كمان فيديو هيك منوقف البارت الأول ونكمل مع بعض إن شاء الله بالبارت الثاني خليكم مستعدين ويدرسوا أول بأول ويعطيكم العافية